انطلاق فعالية معرض الكتاب المتنقل تحت عنوان هويتنا هي ثمرة كل ما أنجزناه عبر التاريخ والذي تقيمه وزارة الأعلام والشركة السورية لتوزيع المطبوعات للعام الثاني على التوالي افتتح في محافظة طرطوس معرض الكتاب المتنقل تحت عنوان هويتنا هي ثمرة كل ما أنجزناه عبر التاريخ والذي تقيمه وزارة الإعلام والشركة السورية لتوزيع المطبوعات المعرض الذي سيجول على عدة مناطق ضمن المحافظة بدأ عرضه في بلدة حصين البحر بريف المدينة بحضور رسميا وأهليا كبير يضم المعرض أكثر من 1500 عنوان لكتب منوعة كما يقدم حسومات تتراوح بين 30 و70% على الكتب بمختلف أنواعها هذا شيء جديد أنه نحن ريفنا في معرض كتاب متنقل هذا شيء مهم جدا وأساسي الميزة الثانية اللي شفته أنا من حصن حصي أني حضرت العام ماضي والعام هذا فيه تنوع واضح بالكتب بكل المجالات نحن الآن الدورة السابقة كما ذكر السيد رفيقنا أمين الفرع كانت مشجعة جدا كانت إيجابية كانت مبشرة أعطتنا حافظ كافي لنعود مرة ثانية بين أهلنا وجمهور القراءة في التقفيضات على الأسعار تبدأ من 50% إلى 80% وهي أسعار أعتقد أنها غير موجودة في أي مكان آخر عندما يسعى المواطن السوري إلى أثبات أنني القارئ الأول في العالم العربي وأنني المثقف الأول في العالم العربي وأتغلب على كل هذه الصعاب إنما يرسل من خلال هذه المعارض ومن خلال هذه الفعاليات رسالة أساسية مفهدة أنني لا للقتل لا للتجريم لا لرفض الآخر تأتي أهميته يعني أهمية هي أهمية وطنية وقومية بالدور الأول لنشر العلم والثقافة بريفنا السوري اللي هو بحاجة لهذه الخطوة الجريئة هالظروف الصعبة اللي صار فيها الكتاب يعني أهمي الكتاب نوعا ما بسبب وصائل الاتصال الفيسبوك نحن يعني هالخطة عم نرجع نذكر العالم بالكتاب يهدف المعرض إلى نشر الإرث الحضاري والثقافي لسوريا وجعل الكتاب بين متناول المواطنين من خلال هذه المعارض الجوالة والتي تستهدف المناطق الريفية بشكل خاص لتحقيق مقولة الكتاب للجميع